موسيقى الظاهرة من الميادين أهلا بكم وإلى عنوينها موسيقى تونس وسفارة تدعو إلى عدم الاقتراب من المنطقة هدوء حظر على جبهات ريف إدلب مع سريان وقف إطلاق النار ومصدر عسكري روسي وأكدوا التزام الجيش السوري به بشكل كامل وسائل علامة أمريكية ترى في اتفاق بوتن أردوغان نهاية المساعي الأمريكية لتأليف حلف مع تركيا ضد دمشق عشرات القتل والجرح في إطلاق نار خلال احتفالية بكابل بحضور السياسيين بينهم المرشح الرئاسي عبدالله عبدالله معشية يوم المرأة العالمي نساء يتحدين الأدوار النمطية ودعوة أممية إلى التغلب على الأحكام المسبقة في سبيل تحقيق المساوات أهلا بكم استشهد ضابط تونسي وأصيب خمسة رجال أمن ومدني في تفجير انتحاري مزدوج قرب السفارة الأمريكية في العاصمة التونسية وأكدت وزارة الداخلية مقتلى إرهابيين اثنين نفذا العملية مراسلتنا أشارت إلى أن أحد الانتحاريين الذين كانا على دراجة نارية فجر نفسه بحزام ناسف مستهدفا دورية أمنية قرب السفارة ودعت السفارة إلى عدم الاقتراب من منطقة التفجير كما أغلقت المدرسة الأمريكية في تونس كإجراء وقائي للمزيد تنضم إلينا من هناك سميحة بوغانمي مراسلة الميادين في تونس للمزيد بداية من المعلومات تفضل لسميحة نعم فتون وصلتنا عن وفاة واستشهاد ملازم كان تابع الدورية الأمنية التي استهدفتها العنصرين الإرهابيين متأثر بجراح داخل المستشفى مستشفى تابع وزارة الداخلية يعني هذه آخر المعطيات ولكن هنا في مكان الانفجار يتواصل تأمين المكان وانتشار بقوات الأمنية والعسكرية مع وجود مكافحة وحدات التدخل وغادرت قبل قليل نيابة العمومية التي كانت رفقة الشرطة الفنية التي قامت بجمع أشلى البقاء الشخص العنصر الإرهابي لمعرفة بواته ومن هو هذا الشخص الذي قام بهذا التفجير الإرهابي السفارة الأمريكية دعت المواطنين إلى عدم التجمع أمام مقرها تخوف من استهدفات أمنية جديدة ودعت إلى متابعة واتباع التعليمات الأمنية وعدم التجمع يعني تقريبا هنا يتواجد عناصر الأمنية بعد أن كان العدد كبير جدا غادرت بعض الوحدات الأمنية كذلك هناك حضور أعلامي كبير لهذه العملية الإرهابية التي تتزامن مع الذكرى الرابعة لملحمة بن جردان التي ورجعت فيها القوات الأمنية ضربة موجعة إلى العناصر الإرهابية حيث قاضت على العدد كبير من الجماعات الإرهابية وربما على هذه العملية الإرهابية تأتي أيام قليلة بعد تولي حكومة الفخفاخ مهامها بشكل رسمي وربما هذا ما يضع حكومة الفخفاخ أمام تحديات أمنية كبيرة رغم أن تونس في السنوات الأخيرة عارفت استقرار أمني كبير من خلال العمليات الاستباقية التي كانت تقوم بها القوات الأمنية والتي نجحت في عديد من العمليات الأمنية الاستباقية من خلال القضاء على العناصر الإرهابية والتفكيك جماعات إرهابية وهذا يحسب للمؤسسة الأمنية التي حضرت لحظات بعد هذا التفجير حضرت بأعداد كبيرة وقامت بسرعة كبيرة بتتويق المكان يعني ولا تزهل الجماعات العناصر الإرهابية بما نحدثنا عن الانتشار الأمني إذا أمكن أن نعرف منك ما الإجراء الأمني الذي تخذ على خلفية هذا التفجير الانتحاري ما هي المواقف أيضا سواء رسميا نتحدث سواء السياسية أم حتى الأمنية وما الذي فرضوا على الأرض هذا الواقع نعم فوتون علاب الفعل يعني الوزارة الداخلية اتخذت إجراءات من بينها تأمين الشوارع الكبيرة من ذلك شارع الحبيب بورغيبة الذي شهد تعزيزات أمنية كبيرة كذلك غلق المدرسة الأمريكية وتأمينها بشكل كبير وأيضا نتأمين مقر السفارة الأمريكية ونشر القوات الأمنية في كل تقريبا الأنهج الفرعية المتاخمة لمقر السفارة الأمريكية ونلاحظ أيضا تواجد العناصر الأمنية هنا في محيط العملية الإرهابية وهذه العنصرين الأمنية الإرهابيين كانت قد استهدف دورية أمنية كانت على مقربة من مقر السفارة الأمريكية وربما على استهداف بمثل هذا الشكل وفي مكان رمزي توجد به السفارة الأمريكية ربما هي رسائل من الجماعات الإرهابية هو في قلب العاصمة أيضا يعني من أكثر من رسالة تحديدا بالفعل فتون وتحديدا في منطقة البحيرة وهذه المنطقة تقريبا من معروفة مؤمنة بشكل كبير خاصة أنها تضم عدد كبير من السفارات هنا بتونس وبالتالي هذه الجماعات الهرابية التي أصبحت تقوم بعمليات إرهابية منفردة ربما هذا يعكس فشلها ويأسها وكنا قد لاحظنا في تونس خلال السنوات الأخيرة فشل العديد من العمليات الإرهابية من خلال العمليات الاستباقية والمعلومات الاستخباراتية التي كانت تصل إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية وهذا يؤكد مدى خبرة المؤسسة الأمنية خلال العشر سنوات منذ اندلاع الثورة مدى كسبت خبرة كبيرة في التعامل مع الجماعات الإرهابية وكيفية التعاطي مع هذه المعلومات خصيصا المعلومات الأمنية المتعلقة بالجماعات الإرهابية إذن يتواصل هناك ما تشاهدون علا يعني الشرطة الفنية هناك بعض العناصر من الشرطة الفنية تقوم بعملها وكنا قد لاحظنا بعد التفجير أن الشرطة الفنية قامت بجمع أشلاء الإرهابيين وبحضور النيابة العمومية اليوم اجتماع وزاري برئاسة رئيس الجمهورية قيس صعيد وهو يتابع من قرطاج تطورات هذا العمل الإرهابي وربما نتوقع قرارات تتعلق بالجانب الأمني خاصة أن هذه العملية الإرهابية تأتي بعد أيام قليلة من تولي حكومة الفخفاخ لمهامها بشكل رسمي وربما هو ملف جديد ينظف إلى ملفات الاقتصادية والاجتماعية الملف الأمني الذي سيتكون فيه تحديات كبيرة خاصة ربما تكون هذه العملية الإرهابية عملية فاشلة ولكن العناصر الإرهابية نجحوا في الوصول إلى مكان حساس يعني أين توجد سفارات مهمة مثل السفارة الأمريكية وربما هذا يدعو المؤسسة الأمنية إلى مراجعة المعلومات الاستخباراتية التي وإن كانت قد نجحت سابقا في عديد العمليات إذن كما تشاهدون على هدوء حاذر هنا في أمام على مقربة من السفارة الأمريكية مع تواصل تواجد العناصر الأمنية سوف نكون معك تباعا زميلة سميحة بغانوي بغانوي في وقفات إخبارية لاحقة طبعا لمتابعة كل هذه التطورات معك من تونس كل الشكر لك يسود هدوء حاذر كل الجبهات في ريف إدلم منذ سريان وقف إطلاق النار وفق ما أفاد به مراسل الميادين إلى ذلك أكد مصدر عسكري روسي التزام الجيش السوري بوقف إطلاق النار بشكل كامل المصدر وبحسب وكالة نوفوستي الروسية وصف الوضع على جبهات القتال في إدلب بالهادئ منذ بدي سريان الاتفاق الذي أعلن عنه عقب قمة بوتن وأردوغان في الكرملن أمس الاتفاق أو البروتوكول الإضافي إلى اتفاقية سوتي كما أعلنه وزير الخارجية الروسي نص على سريان هدنة بدءا من اليوم وعلى إنشاء ممرين آمنين بطول ستة كيلومترات إلى كل من الشمال والجنوب من الطريق السريع أنفور فيما تضع وزارة الدفاع الروسية والتركية معايير إنشاء الممر الآمن في غضون سبعة أيام ويبدأ تسهير الدوريات المشتركة منتصف الشهر الجاري كما أكد الاتفاق تصفية المجموعات الإرهابية في إدلب المدرجة في لائحة مجلس الأمن الدولي وللمزيد حول هذه الهدنة والأجواء الآن ينضم إلينا من دمشق مراسل الميادين محمد الخضر محمد بداية يعتكى الفعافية وكل التفاصيل معك حول هذه الهدنة خاصة أنه كان في خارج الجماعة بالفعل حافظ هذا الاتفاق على وضعه دون أي خروقات يعتد بها إنجازة التسمية حتى هذه الساعة هذه جبهة واسعة للغاية تشمل ريف حلب الغربي ورياف إدلب وصولا إلى الشمال الغربي من حما كل هذه الجبهات شهدت حالة من الهدوء الحذر كان هناك خرقا على جبهة الجبل الزاوية في منطقة البارة وكنصفرة من مجموعات مسلحة تنتمي للحزب التركستاني جرت تعامل معها إنما في الإطار العام كما يتحدث القادة الميدانيون المراقبون حتى المجتمع المحلي في تلك المناطق والبلدات المترامية الأطراف في الواقع في هذه المحافظات عن حالة من الهدوء الحذر بمعنى أنه لم يعد يسمع أي أصوات لقصف أو قذاف حتى سجل غياب كامل للطيران الحربي من سماع تلك المناطق ما يشير بالفعل إلى أن تطبيق هذا الاتفاق يسير كما هو مخطط كان هناك أيضا ملاحظة في ساعات الفجر أو الصباح الأولى دخلت أرتال تركية عبر كفر لوسين هذا المعبر الحدودي السوري التركي دخلت ثلاثة أرتال ربما قريات في إطار تبديل المجموعات التابعة لجيش التركي التي تنتشر خصوصا في الريفة الشمالية الغربي من إدلب وداخل مدينة إدلب هذا تبديل روتيني للوحدات العسكرية على تلك القواعد أو تلك المواقع العسكرية هذا فيما يتعلق بالهدنة فيما يتعلق بالاتفاق والنقاط التي تم التوصل إليها ماذا على الأرض كيف بدأت تطبق ما الذي بدأ يجري حاليا حدثنا أكثر لو سمعت نعم تعلمين الجزء الأهم تم البدء به هو وقف إطلاق النار الأجزاء الأخرى هي أكثر تعقيدا وتحتاج إلى ترتيبات وشروحات وهي أساسا الاختبار الجدي لمدى جدية لاتراك في التنفيذ نتحدث تحديدا عن موضوع فتح الطريق أم أربعة مع تأمين ممرين إلى الشمال من هذا الطريق بستة كيلومترات وإلى الجنوب من هذا الطريق بستة كيلومترات أي أن الأتراك سوف يتعاملون مع مجموعات جبهة النصرة والحزب التركستاني وضرورة بعادهم عن هذا الطريق هذا استحقاق كبير أمام الأتراك ربما أو حسب ما جاء في نصر الاتفاق أنه في الخمس عشر من شهر أذار سوف يبدأ التطبيق على هذا الأمر هذا تحدي كبير بالنسبة للأتراك والتحديات الأخرى تتعلق بالنقاط التركية يعني حتى الآن غير معروف كيف سوف تتصرف تركيا في تلك البنود وطبعا هناك رقابة من السوريين ومن الأرضام الروسي لتنفيذ هذه النقاط كل الشكر لك زميل محمد الخضر كنت معنا مباشرة من دمشق يمهد الاتفاق حول أدلب الموقع بين روسيا وتركيا إلى فتح الطريق الدولية حلب اللاذقية منتصف أذار مارس الجاري كما ينهي دور الجماعات المسلحة من الإيغور والشيشان والأزبك في إدلب رضا البشا أهلا بكم بطول يزيد عن ثمانين كيلومترا ومن قرية ترنبا في ريف إدلب الشرقي إلى قرية عينحور في ريفها الغربي تمتد المنطقة الآمنة المتفق عليها بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والرئيس فلاديمير بوتن على طول طريق حلب اللاذقية الدولي المعروف بالإنفور منطقة آمنة يصل عرضها إلى 12 كيلومترا تتوزع على طرفي الطريق ب6 كيلومترات إلى شماله و6 كيلومترات إلى جنوبه ما يعني أن الجماعات المسلحة ستضطر للانسحاب إلى الشمال من الأتستراد تجنبا لوقوعها في مناطق تعزيلها عن خطوط إمدادها المقبل من ريف إدلب الشمالي ولعل الأهم في الاتفاق كونه يخرج المسلحين وعتادهم من أهم مدن إدلب فبموجب المتفق عليه ستضطر الجماعات المسلحة لإخلاء مدن أهمها أريحة محمبل جسر الشغور وبدامة كما ستضطر لمغادرة المنطقة الحدودية مع تركيا من جسر الشغور في الجنوب الشرقي وصولا إلى عين شماس في شمالها الغربي على المقلب الآخر الاتفاق يعني تسليم تركيا بما فرضه ميدان المعارك بإنهاء أي دور لأنقرة على كامل طريق حلب دمشق الدولي الممتدة من مدينة حلب إلى حما مرورا بمدن سراقب معارض النعمان وخان شيخون في ريف إدلب كما ستجد تركيا نفسها مضطرة إلى تصفية أهم الجماعات المسلحة التابعة لها والمعروفة بقدراتها القتالية العالية ومن أهمها الحزب الإسلامي التركستاني هيئة تحرير الشام إضافة إلى أجناد الشام وأجناد الققاز وهم من المقاتلين الشيشان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مراكز المراقبة في إدلب ستحتفظ بوضعها الحالي في ظل اتفاق وقف إطلاق النار وراء أن هذا الاتفاق يحمي الحدود التركية ويمهد الأساس لإعادة الأوضاع في المنطقة إلى طبيعتها وفق تعبيره أردوغان كان قد أكد التزامه بوقف إطلاق النار تجنبا لتصعيد الأزمة الإنسانية في إدلب على حد قوله في عام 2018 توصلته مع الرئيس بوتين إلى اتفاق في سوتي وتم إحلال الاستقرار في منطقة إدلب بخفض التصعيد ووقف الهجمات المتبادلة والحفاظ على الوضع القائم لكن هجمات النظام السوري تكررت منذ بداية العام الجاري مما أدى إلى إلحاق الأضرار بالمدنيين وانتهاك الاتفاق مسؤولية ذلك تقع على عاطق قوات النظام في هذه المنطقة هناك أربعة ملايين نسمة واعتبار أنهم كلهم إرهابيون يجب قصفهم غير مقبول من جانبنا بالنظر إلى هذه التوترات قمنا بإقامة مراكز لمراقبة وقف إطلاق النار توصلنا إلى اتفاق مع روسيا ويقضي بتنظيم ودفع قوات إحلال الاستقرار في هذه المنطقة الرئيس الروس فلاديمير بوتن كان قد أكد عقب قمته مع أردوغان أن المساعي الروسية التركية انتهت إلى نتيجة إيجابية مشددا على أن الاتفاق الجديد يؤكد سيادة السورية ومكافحة الإرهاب لقد أكن اليوم مرة أخرى استعداد بلدين للعمل في إطار صيغة أستانا التي أعطت زخما في التسوية السورية سبق لقاءنا اليوم عدة جولات ومشاورات مكثفة للوفود المشتركة حول الأزمة في محافظة إدلب ننطلق من ضرورة مبادئ استقلال السورية وسيادتها ووحدة أراضيها كما أنه لا يجوز إضعاف مكافحة الإرهاب الدولي آمل أن تكون اتفاقاتنا أساسا متينا لتوقف الأعمال القتالية في منطقة خفض التصعيد في إدلب وتوقف أهلام السكان المدنيين والأزمة الإنسانية علها تخلق ظروفا لاستمرار العملية السلمية بين جميع الأطراف المتنازعة الخارجية الأمريكية رأت أن تواصل تركيا وروسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب يعد بارقة أمل لتخفيف الأزمة الإنسانية وفق بيانها من جهته أعرب مسؤول سياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن ارتياحه للتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار واعتبر أن الاتفاق هو بمثابة شرط لتقديم مزيد من المعونات الأوروبية مشيرا إلى وجوب تحسين العلاقة مع تركيا وروسيا رأى تقرير لمجلة ناشنال انترست أن الاتفاق بين بوتين واردوغان بشأن إدلب أنهى آخر محاولة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لتشكيل تحالف أمريكي تركي ضد دمشق التقرير أكد أن إدارة ترامب سعت إلى إبعاد القوات الإيرانية من سوريا وفق الصحيفة وقد كثفت الخارجية الأمريكية محاولاتها خلال الأشهر الماضية في هذا الإطار ولفت التقرير إلى أن عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين كانوا يدفعون سرا باتجاه دعم الهجوم التركي في إدلب قال الرئيس السوري بشار الأسد أن الهدف المشترك بين روسيا وسوريا هو إبعاد تركيا عن نهج دعم الإرهابيين وإعادتها إلى مكانها الطبيعي وفي لقاء مع قناة روسيا الرابعة والعشرين أضاف الأسد أن عودة العلاقات بين البلدين ممكنة بشرط تخلي أردوغان عن دعم الإرهاب كان هدفنا المشترك نحن وروسيا هو أن نبعد تركيا عن النهج الذي سارت به دعم الإرهابيين وأن نعيدها إلى مكان طبيعي فإذن سؤالك هل من الممكن طبعا ممكن لكن لا يمكن أن نصل إلى هذه النتيجة وأردوغان يدعم الإرهابيين لابد من التخلي عن دعم الإرهاب عندها تعود الأمور لأن العداء غير موجود بين الشعبين العداء سببه أحداث سياسية أو سياسات ترتبط بمصالح خاصة أما على مستوى الوطن السوري وعلى مستوى الوطن التركي فلا يجد خلافات ولا يجد تناقضات لذلك نعم الجواب لا بد أن تعود هذه العلاقة الطبيعية الرئيس السوري أكد أن الغضب يتزايد ضد الاحتلال الأمريكي لشرق الفرات وتوقع بداية عمليات مقاومة ضده وشدد على أن دولة سوريا من واجبها دعم ذلك لتحرير أرضها أعتقد أن هذا الغضب سيتصاعد تدريجيا وستبدأ هناك عمليات مقاومة ضد المحتلين ومن واجب الدولة الوطنية ومن واجبها الدستوري أن تدعم أي عمل يكون أو يتم ضد أي قوة محتلة وأعتقد مع الوقت عندما لا يكون لديهم جمهور يقف معهم أي مع الأمريكيين وإنما جمهور يقف ضد الاحتلال الأمريكي لن يكون هناك أمكانية للبقاء ونفس الشيء طبعا ننسى التركي الذي يحتل قسم الشمالي من الأراضي السورية إن لم يخرج بالتفاوض السياسي فلابد أن يخرج بالقوة هذا ما سنقوم به هذا هو الواجب أيضا الوطني بالنسبة لنا كسوري أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي أن فتح سوريا باب التطوع للدفاع عنها سيلقى تجاوبا من الكثير من العرب في مقابلة مع الميادين أشار إلى أن غطرصة أردوغان استفزت أو استفزت شباب اليمن نحن ننصح تركيين بمراجعة حساباتها وأيضا نتيجة لهذه الغطرصة من حق سوريا وهي تدافع عن الأمة وتدافع عن قضية فلسطين أن تفتح باب التطوع لكل العرب وأنا متأكد أنه سيتوفد الكثير أنا مثلا أستغربت أن هناك الكثير من اليمنيين الذين هم غير منخرطين في صد العدوان على اليمن لكن قطرصت أردوغان استفزتهم لذلك قد أبدوا استعدادهم للذهاب للقتال إلى جانب الجيش السوري مما يعني أن سياسة تركيا هي سياسة خاطئة طبعا تركيا قد خسرت رهانها في سوريا ولكن كانت لا تزال تمتلك أوراق ولو أنها قد ضعفت لتكون جزء من الحل من أجل ضمان علاقات جيدة ومستقبلية مع سوريا علاقات اقتصادية علاقات سياسية ولكن تورطها الآن بشكل مباشر هو لا يقوي أوراقها بل يحولها إلى ورقة بيد أمريكا وأزرائل شنت مقاتلات التحالف السعودي عشرات الغارات الجوية على محافظات حجة والجوف ومأرب وصنعاء فيما أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية وقوات الرئيس هادي وذلك بالتزامن مع تجدد المواجهات شمالة وحافظة الضالة قالت منظمة انتصاف للمرأة والطفل في صنعاء أنها رصدت نحو ألف ومئتي حالة اختطاف واقتصاب في المناطق التي تسيطر عليها قوات هادي والتحالف السعودي التقرير لأحمد زبيبا قائمة ضحايا حرب التحالف السعودي من المدنيين تتصدرها المرأة اليمنية وفي اليوم العالمي لها يتضح واقعها المأساوي قصف مباشر بإحصاءات تتحدث عن خمسة آلاف ومئتي شهيدة وجريحة وأمراض استهدفتها في فترة حملها ونالت من طفلها ونزوح شردها وقتل استهدف معيلها أو زوجها أو ابنها بلغ عدد النساء اللواتي قضينا جراء غارات تحالف العدوان المشؤومة أكثر من 2350 امرأة وجرحت وأصيبت بإعاقات دائمة أكثر من 2700 امرأة أخرى بينما بلغ عدد الشهداء من الأطفال أكثر من 3700 شهيد جرائم التحالف السعودي الإماراتي بحق نساء اليمن توسعت لتشمل جرائم اختطاف واغتصاب وقد سجلت منظمات محلية معنية بالمرأة في صنعاء أكثر من 500 حالة اختطاف في عدن جنوب اليمن ونحو 700 حالة في الساحل الغربي بينها أكثر من 130 حالة اغتصاب كان هناك العديد من الاختطافات والانتهاكات بحق النساء اليمن من تلك القوات حيث أشارت لنا العديد من الإحصائيات بأن هناك أكثر من 500 امرأة تعرضت لحالة اختطاف في مدينة عدن وأيضا اليوم لا يعرف ما هو سبب تلك الاختطافات إلا أن هناك قوات نظامية تتبع قوات الاحتلال هي من يقومون باختطافهم الإحصاءات أشارت إلى أن مليون حالة من النساء الحوامل في اليمن يعانين من سوء التغذية الحاد بسبب الحرب وضع مخزل للتحالف السعودي أن يرتكب جرائم حرب ضد النساء والأطفال العزل في اليمن كما يقول مراقبون القوانين الدولية ترفض توجيه السلاح ضد النساء والأطفال لكن التحالف السعودي تجاوز في اليمن كل القوانين بجرائمه التي لم تكسر عزيمة اليمنيين في الثبات والموهجة أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين قتل سبعة وعشرون شخصا وجرح تسعة وعشرون في إطلاق نار خلال احتفالية في كابل كان يحضرها زعماء سياسيون أفغان بينهم المرشح الرئاسي عبدالله عبدالله والمتحدث باسم أوزارة الداخلية قال أن أطلاق النار جاء من ورشة بناء على مقربة من مكان يقامة المراسم الرئيس أشرف غني ندد بالهجوم ووصفه بأنه جريم ضد الإنسانية فيما نفت حركة طالبان وفنظيم داعش مسؤوليته ما عنه النشر مستمرة وفيها بعض الفاصل رحلة سياحية إلى الفضاء بعشرات ملايين الدولار من جديد أهلا بكم أعلن ناطق باسم التحالف بقيادة واشنطن أن قوات التحالف ستبقى في العراق وربط ذلك بالقول أن التنظيم ما زال يشكل تهديدا كما أشار الناطق إلى وجود غرفة واحدة تضم ممثلين عن القوات الأمنية العراقية وقوات البشمرقة إضافة إلى مستشارين من التحالف وذلك للتخطيط للعمليات المستقبلية ضد داعش اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفة واشنطن بمحاولة أعطاء إمكانية جديدة للقوات النووية والنظر إلى الصراع النووي كخيار سياسي وأعربت عن قلق روسيا البالغ إزاء تصريحات مسؤولين أمريكيين يحاولون استخدام معاهدة الأجواء المفتوحة في ألعاب سياسية داخلية أصدر المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات قرارا بتجميد قرار النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم بوضع إشارة منع تصرف على أصول عشرين مصرفا لبنانيا جاء ذلك إلى حين دراسة تأثيره على النقد الوطني والمعاملات المصرفية عويدات اعتبر أن قرار النائب العام قد يؤدي إلى إدخال للبلاد وقطاعاتها النقدية والمالية والاقتصادية في الفوضى وكان نائب العام المالي قد وضع إشارة منع تصرف على أصول عشرين مصرفا وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصرف وهيئة الأسواق المالية في خطوة وصفت بغير المسبوقة التقرير لعباس السباخة لم تمضي ساعة على إصدار المدعي العام المالي اللبناني قراره بمنع عشرين مصرفا من التصرف بأصولها حتى جمد المدعي العام التمييزي القرار غير المسبوك في تاريخ القضاء اللبناني قرار القاضي على إبراهيم بتجميد أصول عشرين مصرفا جاء بعد استماع الأخير الأسبوع الفائت لعدد من رؤساء مجالس إدارة بعض المصارف كل ذلك يأتي على خلفية تهريب الأموال إلى الخارج قرار المدعي العام المالي تزامن أيضا مع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رفع السرية المصرفية في سياق المتصل تتجه الحكومة لعدم دفع سندات اليوروبوند التي تستحق بدءا من الأسبوع المقبل التوجه الحكومي سيكون مدعوما من رئيسي الجمهورية ميشيل عون والبرلمان نبيه بري ومعظم الكتل البرلمانية بيدفع لأصحاب البنوكي يلي كانوا بالأساس شركاء بعملية التفليسة اللي وصلنا فيها أو نشري فيهم دواء أو فيول أو طحيل بس أعطيني وصفي اللي قدر يمشي فيها ما فيك تقول لي أمنني لأنه تمرهن نحن لما أمننا الحكومات من بعض الطائف لليوم وصلتنا لها الخراب اللي نحن فيه الدين العام في لبنان وصل إلى أرقام قياسية فيما تحمل أحزاب كثيرة المسؤولية للحكومات المتعاقبة منذ عام 1992 وانتهاج سياسة اقتصادية ريعية تتكئ على رفع الفوائد وإهمال القطاعات الإنتاجية كل من تعاون واتبع وصفة رشدة صندوق النقد الدولي انتهى أيضا إلى كيرفي هذا الأمر موضع نزاع في لبنان فيه رأيين فيه رأيين يقول استظلوا بالصندوق النقد ومهما كانت النتائج وفيه رأيتين يعني حريص أكثر على البلد ويرفض إلا استشارة فنية وهذا اللي صار استشير صندوق النقد بطريقة فنية الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان استدعت تدخلا تقنيا لصندوق النقد الدولي فيما ترفض أحزاب وازنة الخضوع للوصفات الجاهزة للصندوق وتحذر من تبعات سلبية إذا نفذت شروط صندوق النقد التي تتضمن رفع الضرائب والخصخصة فضلا عن تنازلات سياسية قرار لافت اتخذه القضاء اللبناني بحق بعض المصارف فيما تتجه الحكومة اللبنانية لعدم دفع سندات اليورو بوند والشروع بتنفيذ خطة إنقاذية لتلاف تبعات قرارها المرتقب عباد صباق بيروت الميادين نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين في البيت الأبيض أن مسشار الرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر أبلغ مجلس الشيوخ في جلسة مغلقة أن واشنطن ستوافق على ضم أراضي فلسطينية إلى إسرائيل وفق ما جاء في صفقة القرن في حال لم يعود الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات في غضون أشهر أكدت وسائل أعلام إسرائيلية أن نحو ثمانين ألف إسرائيليين في الحجر الصحي بعد عودتهم من دول شهدت انتشاراً لفيروس كورونا إلى ذلك أفاد مراسلنا في فلسطين المحتلة بمنع حافلات السياحة من دخول بيت لحم والوصول إلى كنيسة المهد بعد فرض الاحتلال الأغلاق على المدينة هذا وأعلن الرئيس الفلسطيني حال الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً فيما قال الرئيس الوزراء أنه سيتم إغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية أعلنت إيران وفاة حسين شيخ الإسلام معاون رئيس مجمع التقريب بين المذاهب للشؤون الدولية بعد إصابته بفيروس كورونا شيخ الإسلام معاون سابق لوزير الخارجية محمد جواذ ريف وهو سياسي إيراني كان أحد الذين اقتحموا السفارة الأمريكية في طهران بعيد انتصار الثورة وشغل شيخ الإسلام مناصب مهمة حيث كان أيضاً عضواً في مجلس الشورى كما شغل منصب مساعد رئيس البرلمان علي لارجاني للشؤون الدولية ومثل إيران سفيراً لها لدى سوريا من آخر الإطلالات التلفزيونية للراحل حسين شيخ الإسلام على شاشة الميادين كانت خلال تغطية الانتخابات الإيرانية وأثناء المقابلة بدأت تأثر واضحاً على الراحل خلال مدخلة ابنة الشهيد أبو مهد المهندس حيث توجه إليها باللغة العربية مؤكداً أن دماء والدها والفريق الشهيد قاسم سليماني ستخرج الأمريكيين من المنطقة استصبحك منار ضيفنا في الاستيديو الأستاذ حسين شيخ الإسلام يستمع إليك وهو بأشد الإعجاب يمكن القول متأثراً حتى الدموع غرورقت في عينيها كما ألاحظ هل من كلمة توجهها لكريمة الشهيد أبو مهدي المهندس أستاذ حسين لا شك هو فوزا في حضر دنیا وفي الآخر وآلآن اخراج أمریکان من المنطقة بكثير اسحل لولا حضر رجلين ورفاقهم ومكانوا حين لا شك حضر رأسمال كبير حضر دماء طاهرة رأسمال كبير لتحقیق ماذا هم كانوا يرودون ونحنو ما أکم منار بكل شعب العراقی بكل المقاومة بكل استطاعتنا و هذا الحرب حرب من الشيطان الأكبر كما سماها إمام خميني و هذا إنشاء الله سينتصر كل المسلمين منه شعب لبناني، فلسطيني، أراغي، إيراني، بحراني، يمني، أفغاني، باكستاني، كل المسلمين إن شاء الله نحن نكون جزء منه أعتقد أنه وصلت تودين على رد منار نعم أود أن أسك إن شاء الله هذه الأبدان الظاهرة التي أصبحت إربعاً إربعاً هي الجسر التي سوف توصلنا هذه الأبدان الظاهرة التي احترقت لفترة طويلة تركوها تحترق في الشارع في شارع العاصمة العراقية بطيت تحترق وهي ممزقة وبقى السيارات ممزقة ليبينوا أن هذه المسيرة انتهت والمقاومة في العراق انتهت هذا مستحيل الشيء الذي أسسه الشهداء الآن الشهداء يدهم أقوى مساعدتهم أقوى إذا ما أنجزوه كان في هذا المحجم وفي هذا المستوى طوال حياتهم فبعد استشارهم سيكون موضوع أعظم لأنهم مدرسة شوفونا مبادرة شبابية في غزة تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية مشاركة النساء والشباب في صنع القرار الفلسطيني أحمد شلدان رغبة النساء والشباب في إثبات أهمية دورهم في الحياة السياسية وصنع القرار دفعتهم إلى مخاطبة المجتمع بطرق وأساليب متنوعة ومتعددة حتى باتت رمال غزة هنا فرصة للفت الانتباه إلى حقوقهم ولإيصال صوتهم فمع كل كومة رمل يحركها الشباب هنا تتجلى آمالهم وطموحاتهم في واقع أكثر اندماجا بالنسبة للمرأة والشباب في المجال السياسي وطاولات الحوار الوطني آمال تحاول هذه المنحوطة الرملية التعبير عنها المبادرة اليوم هي رسمة على الرمال وهي تاني مبادرة كما ذكرت لشكل رمزي مبادرتنا لنقول أن النساء تستطيع أن تشارك وأن النساء موجودة وأن النساء يجب أن يتم إعلاء صوتهم في المطالبة بالمشاركة في لجان المصالحة والحوارات الوطنية وطاولات الحوار أيضاً شوفونا مبادرة شبابية يهدف القائمون عليها إلى تسليط الضوء على قضايا النساء والشباب في مجتمع يعاني كثير من فئاته من الإقصاء والتهميش إذا كنا على طاولة الحوار نستطيع أن نطرح مشكلاتنا ومشكلات الوطن ومشكلات الشباب والفتيات بشكل مباشر على صنعية القرى وبالتالي نتابع هذه الخطوات وتنفيذها على أرض الواقع ويواجه الشباب والنساء في غزة ظروفاً صعبة فرضها الحصار واستمرار العدوان لتصبح مشاركتهم في القرار السياسي أمراً لا بد منه كما يقول المشاركون هنا أحمد شلدان غزة المياد كشفت شركة سبيس أكس الأمريكية عن شراكة تهدف إلى إرسال ثلاثة سياحاً إلى محطة الفضاء الدولية اعتباراً من العام المقبل وهو أمر لم يحصل منذ أكثر من عقب ويكلف إطلاق صاروخ فالكون تسعة نحو ستين مليون دولار ومع إضافة كلفة بناء المركبة يقدر أن يكون سعر بطاقة الوصول إلى محطة الفضاء الدولية عشرات ملايين الدولارات ومن الدولارات إلى موجز الاقتصاد وزميل عبدالله دهر عبدالله تفضل مساء خير الله أهلاً بكم أصدر البنك المركزي اللبناني قراراً يحذر على مكاتب الصرافة ومؤسساتها شراء العمولات الأجنبية بما يزيد عن 30% عن السعر الرسمي وطلب منها الامتناع عن إجراء أي عملية صرف لا تراعي النسبة المحددة في المادة المعلنة وطلب المركزي من الصرفين عدم اعتماد هوامش كبيرة بين سعر المبيع والشراء وعدم التوقف عن ممارسة عملية الصرافة بكافة أنواعها وفق الكونغرس الأمريكي على خطة طريقة لصرف ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون دولار بهدف تمويل حملة مكافحة فيروس كورونا مع تزايد الإصابات في البلاد الخطة تهدف إلى الاستعداد لمواجهة الفيروس وتمويل أبحاث تطوير اللقاحات وكان البنك الأسيوي للتنمية قد توقع أن يؤدي تفشي فيروس كورونا إلى تقليص الناتج الإجمالي العالمي بين واحد وأربعة بالألف وأن تصل قيمة الخسائر المالية إلى ثلاثمائة وسبعة وأربعين مليار دولار وأن انتشار الفيروس على نطاق أوسع قد يؤدي إلى تراجع حاد في الطلب المحلي والسياحة ورحلات الأعمال والتجارة وروابط الإنتاج استأنفت الأسهم الأوروبية تراجعها مع تحمل شركات السفر معظم الخسائر بفعل المخاوف من أضرار اقتصادية نجمت عن تفشي فيروس كورونا المؤشر ستوكس ستمائة الأوروبي تراجع واحدا وسبعة عشر في المائة ليمحو جميع مكاسب الأسبوع أما مؤشر قطاع السفر والترفيه فتراجع الثين وسبعة عشر في المائة في ظل تضرر الطلب على السفر والطيران قررت لجنة التنظيمية لمنتدى بيتروسبورغ الاقتصادي الدولي إلغاء دورة المنتدى لهذا العام وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا في الدول المشاركة في المنتدى وكانت الحكومة الروسية قد أعلنت في وقت سابق تأجيل منتدى سوتشي الاستثماري الدولي في الذي كان مقررا عقده بين الثاني عشر والرابع عشر من شباط فبراير بسبب المخاوف المرتبطة بانتشار كورونا تعقد منظمة الدول المصدرة البترولي أوبك اجتماعا اليوم الجمعة لبحث سبل تخفيض الانتاج العالمي بمقدار مليون ونصف مليون برميل كل يوم حتى نهاية هذا العام وزير النفط الإيراني بيجين زنجاني يتوقع أن تكون جلسة المنتجين من أوبك وخارجها شديدة الصعوبة لسيما وأن روسيا لم تعلن رأيها الرسمي حيال مقترح خفض الانتاج وأكد زنجاني أن إيران وليبيا وفنزويلا ستبقى معفية من أي تخفيض للانتاج العالمي من قبل منظمة أوبك في الخبر الأخير أعفت السلطات الصينية بعض المطاحن من رسوم استيراض فولو الصوية الأمريكي وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مطلعة وأوضحت المصادر أن الخطوة جاءت تماشيا مع خطة سابقة أعلن عنها في شباط فبراير شملت نحو 700 سلعة أمريكية بالإعفاء من الرسوم كما أوضحت أنها أحدث خطوة للإعفاء بالتزامات الصين في إطار اتفاق تجارة المرحلة واحد المبرم مع الولايات المتحدة الأمريكية هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية في الظاهرة شكرا لحسن متابعتكم نلتقى عند الخامس عصرا مع الاقتصادية المفصلة أعود لك أعلى كل شكرا لك أيضا عبد مع اقتراب يوم المرأة العالمي تقرير يلقي الضوء على تجارب لنساء كسرن الصورة النمطية للمرأة فيما شددت الأمم المتحدة على أن المعركة من أجل المساواة تمر بإزالة الأحكام المسبقة زهراء الديراني النساء لسنا دمى جميلة هذا ما تؤكده تايونيس تصارع هذه الملاكمة الفنزولية الظروف تلكم كل حاجز يعترضها تحلم بالمساواة رياضيا وتحمل رسالة إلى نساء العالم بأنهن قادرات على قطع حبال لفها المجتمع حول أعناقهن بإمكاننا فعل الكثير لكن نقتنعنا بكذبة قديمة مفادها أننا دمى جميلة لقد حان الوقت لتكريس المساواة وسننجح حتما على حلبة الحياة كثيرات هنا شبهات تايونيس يصارعن الأقدار بعزيمة ويقبضن على أحلامهن فهذه شهناز أول مدربة ملاكمة باكستانية لم يعقها الحجاب ولم تحجبها أعراف مجتمعها عن تحقيق ما تصب إليه تميزت بكون أول امرأة تدرب الملاكمة أنا من بيشاور وهي مدينة محافظة لكنني تخطيت كل الحواجز ومن باكستان إلى فيتنام نساء تحدينا الأدوار النمطية للمرأة انتزعنا الألغام من دربهن وفجرنا طاقاتهن في ميادين التميز لا ننزع الألغام من الأرض فحسب بل تلك التي تواجهنا في الحياة نحن قادرات نعتني بأسرنا بيد وباليد الأخرى ننزع الألغام الثامن من أذار مارس من كل عام يوم يوحد نساء العالم في ساحات المطالبة بحقوقهن منذ أكثر من قرن وبرغم من ذلك لا تزال هناك نساء حتى هذه اللحظة مسلوبات الإرادة والحقوق لكن إذا نظرنا إلى الجوانب الإيجابية سنجد أن المرأة قطعت أشواطا من الصعاب وحلقت في سماء الطموح من دون خوف وبلا حواجز وهناك أخريات أثبتنا أن الجنس اللطيف بإمكانه أن يكسر القاعدة ليحمل العصى وشاهدنا نحن أيضا وصلنا إلى ختام الظهيرة ولم يبقى إلا التذكير بعنوينها استشهادوا ضابط تونسي وجرحوا آخرين في تفجير انتحاري مزواج أمام السفارة الأمريكية في تونس وسفارة تدعو إلى عدم الاقتراب من المنطقة هدوء حذر على جبهات ريف إدلب مع سريان وقف إطلاق النار ومصدر عسكري روسي وأكدوا التزام الجيش السوري به بشكل كامل وسائل أعلام الأمريكية ترى في اتفاق بوتن أردوغان نهاية المساعة الأمريكية لتأليف حلف مع تركيا ضد دمشق عشرات القتل والجرح في إطلاق نار خلال احتفالية بكاب بحضور سياسيين بينهما المرشح الرئاسي عبدالله عبدالله وعشية يوم المرأة العالمي نساء يتحدين الأدوار النمطية ودعوة أممية إلى تغلب على الأحكام المسبقة في سبيل تحقيق المساوات الميادين دوك نت للمزيد من الأخبار والتقارير والبث المباشر بالإضافة إلى صفحات الميادين باللغة الإسبانية شكرا دائما لطيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة